سؤال ما حكم الطبيقات أبز المجانية التي تنزل مجاناً من غير موقعها الرسمي بل بفعل المبرمجين الجواب عن هذا أن حقوق التأليف وسائر الحقوق المعنوية محفوظة فلا تحل الاستطالة عليها بغير إذن من أصحابها لو أنا كدحت عمري في كتاب الكتاب مثلاً أنفقت فيه سنة واثنين وضعت منه نسخة على سبيل أنني أطبع الكتاب ويرزقني الله منه بعضاً طبعاً أنا مش حاصل بالنسباني لأنه ضربه مثال يعني لو أنني فعلت ذلك فلا ينبغي لأحد أن يعمل هاكينج على موقعي وينزل الكتاب عنده في الكمبيوتر ويبدأ يتدول منه نسخة ويقوم بدوري يبيعها هو بدل ما بيعها أنا فيأخذ جهدي وتعبي طوال سنة أو سنتين لكي يحوله إلى سلعة تباع وتشترى بهذه الصورة لا شكراً هذه الصورة غير مقبولة فيها استثناء جميل هؤلوكم عليه هذه المسألة نزرت في مجمع فقاء الشريعة بأمريكا أخذ قراراً جميلاً فقال تحت عنوان حكم نسخ ما يعد ملكية فرضية كبرامج الحسوب التعليمية والكتب نحوها سبق أن حقوق الملكية الفرضية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها فما يسمح به القانون المختص بحماية الملكيات الفترية بنسخه جاز وإلا منع انظر إلى هذا الاستثناء المهم استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخص عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثمتية لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة فحقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها ولا يرخص إلا في استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخة الأصلية كما جاء في قرار المجمع جميل